بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلسلة حرقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها أن ينسر تزوق الجمال الأدبي لآخر الدعاة عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ النهاردة الحلم رقم 263 يبدأ هكذا رأيتني أجلس مع قريبتي وهي تقول لي لا يعيب الأم أن تختار الرجل المناسب لابنتها فقلت لها أنت تعرفين ظروفنا فقالت لن نكلفك مليما واحدا فقلت وهذا ما أرفضه رفضا قاطعا الله يا محفوظ سطرين ونص الله يا محفوظ بيعبر فيهم عن حاجة مهمة في حياتنا وأقول لكم حاجة هذا النص هذا الحلم هذه التجربة مر بيها الأستاذ نجيب محفوظ شخصيا هو هو شاب عاش بالضبط زي النص ده يعني كان يعني في عرض زواج ليه وكان مش حيتكلف ولا مليم كانت ظروفه مش حيتكلفه وعمل أجاب نفس الإجابة ورفض الرفض ده بيتم ليه اللي بيقوله لنا اللي عمل الأستاذ في حياته الشخصية زمان واللي بيقوله لنا في هذا النص إنه في الأغلب بس دي في الأغلب مفيش قواعد في العلاقات الإنسانية لكن في الأغلب هذا الزواج اللي الزوج مش حيتكلف فيه مليمًا واحدًا بيبقى في الأغلب الزواج ده مش حينجحه والزوج ده حيجد نفسه في هذه العلاقة في موقع في غاية صعوبة معظم الرجال لا يقبلوه وبالتالي في الأغلب ده حيفشل مش معنى كده إنه لازم يفشل وزي ما يجوز قلنا في النصوص السابقة إنه العلاقات الإنسانية ملهاش قواعد وإنه بنقول إنه هو في الأغلب حيفشل لكن طبعا فيه استثناءات استثناءات كتيرة حياتنا كلها استثناءات لكن محفوظ بيشاور على هذا الجانب وإشارته جميلة ومهمة وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله والله أعلى